ترجمة نانسي قنقر جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم جائزة عالمية مرموقة جاءت كثمرة من ثمار التعاون المستمر بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ووضعت المملكة في صلب أهداف اليونسكو بطموحها الدولي لخدمة أهداف التربية والتعليم والثقافة وقد تم اعتماد هذه الجائزة في مؤتمر اليونسكو في دورته الثالثة والثلاثين الجائزة التي حملت اسم جلالة الملك المعظم حظيت بزخم دولي كبير عكس التزام البحرين المستمر في دعم أهداف منظمة اليونسكو وذلك لما تتطلبه من معايير عالية واشتراطات متطورة وعميقة للراغبين في المشاركة بها علاوة على وجود لجنة تحكيم دولية مستقلة تقوم بتحكيم الأعمال المشاركة بكل تفرد وشفافية إذ تم تخصيص الجائزة لدعم وتسجيع المشروعات والأنشطة التي يطلع بها أفراد أو مؤسسات أو منظمات غير حكومية والمتعلقة بنماذج متميزة وإبداعية في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يعزز التعلم ومجمل الأداء التعليمية مسؤولية كبيرة اذ طلعت بها وزارة التربية والتعليم منذ عام 2005 في مباشرة تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم بتخصيص جائزة دولية لتسجيع ودعم التعلم على الصعيد العالمي حيث عملت الوزارة مع اليونسكو بشكل متواصل ومكثف لتطوير الجائزة وتنويع وتوسيع مجالاتها لتسهم في دعم الجهود الفردية والمؤسساتية والرسمية الرامية لخدمة قطاعات التعليم المختلفة في كل أنحاء العالم ترجمة نانسي قنقر